مجمع ذكي في مدينة الرياضة وفيه تقنيات شيء خوف لا لا، لا يوجد بشر، المفروض كلها آلات هي التي تتعامل معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهوكم فيصل السيف المكان الذي نفيه هو مجمع سكني ذكي جداً نتحدث عن تقنيات كثيرة من هواوي تم وضعها في هذا المكان نتحدث عن هواوي الانتر برايز، لا نتحدث عن الجوالات نتحدث عن قطاع الأعمال وقطاع التكنولوجيا الذي يجلب لنا أشياء جداً كثيرة ونرى تخيلوا على سبيل المثال، عندما تدخلوا ستجدوا البوابة الذكية التي تستقبلكم لا يوجد أحد لديها البوابة سترى تلقائياً تعرفكم وتفتح لكم الجيت ويمكن أيضاً استخدام البصمة للبوابة الذكية نتحدث عن نظام آمن بالفيديو بشكل كبير ودخول آمن لها المجمع بأي وقت وفي أي مكان لأنه ذكي جداً روبوتات الأمان 5G تتمشى في هذا المجمع نتحدث عن روبوتات تعمل دوريات تلقائية هي تذهب وتأتي وتستكشف المكان أيضاً فيها كاميرات عالية الدقة ونتحدث عن مراقبة بتقنيات 5G لأنه عن بعد بإمكان مستخدم الروبوت يرى ما هو الشيء الذي يحدث في المجمع أيضاً هذه الروبوتات تستطيع تساند في عملية التعقيم للمجمع والتعقيم في كل مكان موجوده في أي وقت تعطي انذارات وصورف مع الناس بالإمكان تحكم فيها بالكامل عن بعد باستخدام تقنية 5G ونتحدث عن لو ليتنسي بشكل كبير أيضاً فيها سبيكر لاسلكي ومعدات كاميرات حرارية ومعدات رش للمساندة في تعقيم المكان فتخيلوا هذا الروبوت الذي يعمل ليل ونهار في مهما كانت الأجواء تراقب المكان واتتمم الدورية بشكل آمن وتلقائي من هنا ورائح أي شيء تشاهدوا في كاميرات اعرف ان كل هذه الكاميرات مربوطة في غرفة التحكم سأخبركم معها غرفة التحكم فيها ذكاء الاصطناعي وكل واحدة من الكاميرات تقريباً فيها الذكاء الاصطناعي نتكلم على حكمة مطبيعية موجودة في هذا المكان ومراقبة وأمان جداً عالية دعنا نعود إلى الروبوتات التي تمشأ الحالها فتجدوا أن هذا الروبوت هو التنظيف وهناك نوعين منه وهناك نوع الذي يلمع وينظف الأرض وهناك نوع الثاني الذي يكنس وهناك يمشون على خطوط تلقائية وعلى فكرة الموضوع آمن لو ركضت قدامهم او أي طفل مشى من أمامهم ستجدوا بكل بساطة الروبوت نفسه توقف تلقائياً ولا ننسى أن هذا الجهاز ينظف تحت أي درجة حرارة مما يعني أنه حمينا حياة العامل الذي يعمل في هذا المكان لو هذا الروبوت لم يكن موجود ترى هذه العواميد ذكية لأنها تحتوي على مجموعة تقنيات عالية مثلاً كبينة 5G موجودة فوق بعدها ستجدوا إضاءات LED بإمكان التحكم فيها بشكل عالي وهي من نوع PLC نتحدث عن تحكم كامل في هذه العواميد وبالإضاءات ومتى تشتغل وأيضاً جغرافياً نستطيع التحكم بالإضاءات وينما كانت موجودة الشاشة نستخدمها للإعلان، للعرض، للدعايات لو نريد منها مردود تجاري أو حتى نستخدمها لتنبيه السكان الموجودين في هذا المجمع أيضاً موجود عندكم نقطة اتصال واي فاي هذا يا جماعة، يعني النت برضه في المجمعات يمكن أن يكون موجود في كل مكان وأيضاً جهاز لمراقبة نفس بيئة هذا المجمع وأيضاً هنا في مجموعة حساسات تقيس سرعة الرياح، درجة الحرارة، معدلات بعض الغازات وبالإمكان مراقبة جودة البيئة الموجودة في هذا المجمع بالتأكيد، هناك كاميرات مراقبة وكاميرات المراقبة CCTV مدعومة بالكامل وما ننسى أنه حتى لو بغيتم من كل عامود ذكي بإمكانكم طلب المساندة والنجدة فورياً وأيضاً وجود كاميرا لكي يمكنهم بشكل مباشر من يطلب النجدة ويتعامل ويتكلم معها بشكل مباشر وهذه الكاميرات التي رأيتها جداً بسيطة، هناك كاميرات أضخم، نتحدث عن كاميرات رؤية خارقة في هذا المكان مثلاً، إذا رأيت منظومة الرؤية الذكية يسمى Security CCTV نتحدث عن دمج ثلاث كاميرات، كل واحدة فيها تأخذ حوالي 170 درجة بالإضافة إلى كاميرات 360 درجة التلقائية التي فيها خاصية التقريب أيضاً، كاميرات أعلى من دقة وأقوى بكمية الزوم التي تفعلها إلى 32 مرة يا جماعة، رأيت برج الفيصالية من الكاميرا الموجودة من نفس المقر أيضاً، نتحدث عن قدرة إتصال لاسلكية مباشرة وأمر جداً ممتاز في نوع ثاني من الكاميرات موجودة في هذا المجمع الذكي، منظومة كاميرات OnePlus N هذه المنظومة تساند في جعل المكان كامل بكاميراته مهما كانت أجيالها متناخمة مع بعض وتساند بعض في كشف الاختراقات وأيضاً في المساندة للطريق للأمام وأعطاء الأمان الكامل في المجمع سنجد أيضاً البيت الذكي الذي يستقبلنا في هذا اللوحي الذي من خلاله نتحكم بالأشياء الذكية في هذا المنزل من إضاءات، من فلترة، من أيضاً نقاء للجو وترطيب للجو بل أيضاً نظام تنقية المياه يمكنني أن يتحكم بدرجة الحرارة وأيضاً لا ننسى أن كل شيء متصل بشبكة 5G وفي حتى مخدة ذكية تقول لي جودة نومي وأنماط النوم حقتي ينوم عميق خفيف أو مرة متوتر يطلع عليها ويقول لي يجب عليك تضبط أمورك أحسن انتقل لمركز 5G والذكاء الإصطناعي ونسميها الأكسبرينس هول يستقبلك فيها كوب قهوة مطبوع عليها ماذا ما أردت بالجهاز الذكي الموجود في نفس المركز أيضاً موجود عندكم هذا السياكل الذي تعطيكم قدرة 5G في الدراجات لماذا؟ لأنه قدامكم شاشة عرضه التي يتم تحميلها المحتوى وتبدأ بالتسابق ما بين هذه الدراجتين وكأنكم هناك أجواء الرياض بشكل كامل أيضاً نتحدث عن لاتنسي مرة منخفضة وأيضاً استخدام جداً منخفض لنفس الباند ويث والحزمة بيانات وإن بغيت تجربوا شيء مختلف أيضاً في هذا المكان الذي نحن موجود فيه في المجمع الذي بالإمكان زيارته، سأضع لكم التفاصيل في هذا الفيديو نتحدث عن VR Video Games ألعاب بالواقع الافتراضي جربتها وكانت تجربة مختلفة نتحدث عن حزمة كبيرة من البيانات يتم نقلها لكم وأيضاً يجبكم تتنقلوا داخل اللعبة من خلال المنظومة الكاملة التي تضعها في هذا المكان تبغوا عرض عالي الدقة من خلال 5G؟ ممكن ومتاح من خلال عرض فيديوهات 8K على هذه الشاشة دقة عالية وأيضاً صفاء جداً عالي موجود في هذا المكان الأجهزة تستخدم مو فقط في الأماكن الذكية والمجمعات الذكية بل بالإمكان تسخير الروبوتات في المصانع وأماكن العمل وأيضاً في الأماكن الطبية والعلمية نتحدث عن التفاعل ما بين الآلة والإنسان باستخدامها مثل هذا المثال الذي موجود عندنا نكتب على الشاشة أمامنا وتنكتب على طول بفرق بسيط في الليتنسي بالفايف جي ينكتب الكلام أمامنا على هذه الورقة البيضاء ولا ننسى أنه أيضاً التعليم له مجال في هذا الهول الذكي ونتكلم على شاشات ثلاثية الأبعاد مع الواقع المعزز يعني تضع نظارة الواقع المعزز وتستخدمها في التعليم ممتازة للأطفال وممتازة في إعطاء تجربة مختلفة تماماً قلت لكم عن مركز التحكم ونتكلم على IOC مركز التحكم الذكي بإمكانكم إدارة الوفود وإدارة المراكب في هذه المجمع إدارة الألارمات والتنبيهات الموجودة لا ننسى الإضاءات التي تكلمنا عليها في البداية وأيضاً الروبوتات الموجودة وتنظف المكان وتلمع البلاط وأيضاً الروبوتات الأمان الموجودة في المجمع كلها نتحكم فيها من خلال IOC مركز القيادة العبقري هذا تخيلوا معي لو المطبق به المجمع مطبق على أحياء على مدن أو مساحات أكبر من كمية الذكاء والتوفير في الطاقة ورفع معيار الأمان وأيضاً تقليل الجهد البشري على الأرض نفسها ويكون الجهد البشري موجود وراء قيادات التحكم العبقرية وأيضاً نتكلم على منظومة ستكلفنا أقل في مسألة التشغيل سيكون عندنا في البداية تأسيس ثم المبلغ التشغيلي سيكون أقل بكثير من مجموعة كبيرة من القوى البشرية الموجودة في هذا المكان وتخيلوا معيار الأمان الموجود وأيضاً معيار الحوكمة التلقائية الذكاء الاصطناعي الذي يجب لنا كل شيء ممتاز تم لاحظون أنني موجود في ساحة المسبح على فكرة عديت السور حق المسبح لأنه أصلاً ليس مصرح لأحد يأتي لهذا المكان على طول جاههم في مركز التحكم انذار وقال لهم هناك واحد موجود في المسبح وعلى طول واحد يأتي ويشيك على المكان تخيلوا في المجمعات عندما يكون منظومة الكاميرات موجودة ونعرف انه إذا اي طفل عدى هذا السور حق المسبح على طول قيادة المجمع يأتيهم تنبيه ويقول لهم انتبهوا صار الشيء الفلاني بل ايضاً نستطيع رفع معيار التنبيه يطلع على الشاشات ويطلع على سبيكر ويطلع شخص على طول مباشرة يكلم الولد ويقول له اطلع من المسبح هواوي ومن خلال يوم هواوي الموجود في المملكة العربية السعودية وبهذا المجمع سيمكنكم من معرفة كمية التقنيات الكثيرة بالإمكان استثمار فيها ويجعل الأمور أأمن وأفضل وأيضاً أوفر اذا فكرنا عليها بذكاء نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك أراكم على خير بإذن واحدة